السيارات الإدارية موجودة وموضوعة على ذمة المسؤولين عموما لخدمة المرفق العمومي أو المرافق العمومية للدولة وليس لخدمة الأحزاب وهذا فساد وبعد ذلك تبجحون بأنهم يقاومون الفساد هم ينتقلون من فساد إلى فساد آخر بكل أنواعه ولابد من اتخاذ الإجراءات القانونية فورا ضد هؤلاء وضد كل من يثبت أنه استولى على أموال الشعب لخدمة مصالح حزب والسيارات الإدارية وغيرها من الأمكانيات المتاحة للإدارة هي في خدمة الشعب وليس في خدمة حزب من الأحزاب وهؤلاء الذين يتسللون ويحاولون التسلل بكل الطرق إلى مفاصل الدولة هؤلاء ليس لهم مكان في الإدارة